طيب الجملة اللي قالها الأستاذ محمد كامل مهما دينا الأهلي مش هنعرف ندي له حقه أنا عايز بس أقول للجمهور اللي ممكن يكون مش فاهم يعني إيه حقه رعاية لأنه ممكن الكلمة تتقال شركة هتدي النادي الأهلي نص مليار هتفض منه إيه عشان تدي له نص مليار عشان تبقى الفكرة بسيطة للناس كلها الأهلي عنده مساحات إعلانية المساحات الإعلانية دي إما على اللبس بتاعه وشفتوا ما شاء الله لبس النادي الأهلي تقريبا كلها مساحات إعلانية على الصدر وعلى الظاهر وحتى الشراب على إعلان والشرط فكل المساحة الإعلانية لزي النادي الأهلي بالإضافة إلى مساحات إعلانية داخل مقرات النادي مساحات إعلانية في المباريات اللي الأهلي بينظمها مساحات إعلانية حول أصوار النادي دي هتبقى لوحدها برا الموضوع كل هذه الحقوق الإعلانية في شركة واحدة هي اللي هتسوقها هي اللي هتبيعها هي اللي هتجيب هذه الشركة الإعلان الرئيسي الرئيسي مع النادي الآلي الرعي الرئيسي هيكون مثلا على صدر الفانيلا بريزنتيشن بتاخد فلوس من كل شركة هتحط إعلاناتها في النادي الآلي في كل المساحات الإعلانية الخاصة بزي النادي والمساحات الإعلانية داخل النادي وأيضا كرنيه النادي كل المساحات الإعلانية اللي تضمنتها كراست الشروط هنا بريزنتيشن ممكن في التجميع دي كلها تجيب مليار جنيه الأهل هياخد خمسمائة مليون وهي هتاخد خمسمائة مليون أو خمسمائة وعشرين وهي هتاخد الربعمية وتمانين ده بافتراض الرقم جي كده محمد كامل واحد من أكبر المسوقين الرياضيين دلوقت بقت عنده خبرات كافية جدا في التجارب الكبيرة اللي مرت بيها بريزنتيشن كشركة تسويق وطنية محترمة كان لها إسهام كبير وأنا هاجم مع المهون سعاد لي فيها على دور بريزنتيشن مع الكرة المصرية وتأهيل منتخب مصر الكاس العالم ورعايتها للتعاد الكرة هنا بريزنتيشن هتكسب لو النادي الأهلي مش بيع مش هتقدر تلم فلوسها وده اللي بيحصل مع أطراف أخرى عشان كده الراجل قال كل العقود اللي كنا بنعملها كنا بندفع جات الفرصة أن احنا ناخد بقى ناخد بقى هو عارف هو عنده من الخبرات في السوق اللي تخليه يعرف كويس قوي لما يدي الأهلي 520 مليون ما فيش حد هياخد من وراء الدين ما فيش حد بيخش النادي الأهلي إلا هو بيستفيد لا إلا هو قد سوق العقدة قبل ما يحصل عليه بالضبط يعني محمد كامل كخبير تسويق قبل ما يدخل مع كابتن خطيف في المراوغات الكتيرة ويوصل للسعر ده هو عنده على الورقة والألم متصل بكل الشركات اللي هتشتري منه المساحات الإعلانية الخاصة بالأهلي فلان هيدفع 100 مليون وفلان هيدفع 200 وفلان هيدفع 30 وفلان هيدفع 50 هو بايع قبل ما يشتريه